أعياد الطوفان أهلا بك سيد أعياد هدنا مشروطة تقدمت بها بعض الفصائل المسلحة مقابل جدولة مغادرة القوات الأمريكية البلاد هل هناك هامش لحركة حكومة السيد مصطفى الكاظمي في ضوء الضغط الداخلي والضغط الإقليمي الدولي تحية لك سؤدات تحية لمشاهدي قناتكم الكرام اتفاقية وهدنة مع من؟ مع الأمريكان مستبعد جدا لأن الأمريكان ضمن سياستهم حتى الذي يختطف لهم رهائن يعتبروها إرهابي وكل الذين يقومون بقصف سفارتهم وتوماكن تواجد جنودهم في كل القواعد الجوية العراقية أيضا يعتبرونهم إرهابي وهم بذلك لا يأتون بجديد إن منعوا التفاوض مع ما يسمونهم إرهابيين هذا أولا النقطة الثانية العجيب هذه الأدنة جدتي بعد أن وصلت هذه الفصائل إلى المرحلة الثانية أنا كن تتوقع منذ البداية أن عملية هذه الفصائل المنفلتة دولة اللادولة ودولة الميليشيات هي ستكون تصعيدي هذا تبعا للموقف السياسي ما بين إيران وأمريكا وبالفعل كانت عبارة عن صواريخ كاتيوشا وبعض العبوات على الأرتال لكنها تطورت أخيرا بالمرحلة الثانية وهي عندما تم قصف مطار أربيل بصواريخ إقراد والتي تفترق مقارنة مع صواريخ الكاتيوشا بالمدى وإن تشابهت معها بعدم الدقة النقطة الثانية كانت استخدام الصواريخ على الأرتال بضربها وليس العبوات وهذا ما تم على العجلة التي تم إحراقها ضمن الرتل في منطقة الشوملي لكن فجونا بعد يوم واحد أو يومين هذه الأيام من زيارة بلاس خارد ممثلة الأمين العام للمؤمن المتحدة إلى رئيس أركان هيئة الحشد الذي لم يصدر به أمر لحد الآن وبعكس رغبة رئيس هيئة الحشد فوجئنا بما يسمى بالهدنة أو الاتفاقية أعياد من مجمل ما تفضلت به هل هناك مرحلة ثالثة وما الذي تتضمنه المرحلة الثالثة خاصة بعد أن شكلت لجنة أمنية أخيرة ومن المفروض أن تتقدم بنتائجها إلى رأي العام خلال ثلاثين يوما ستسودة أنا كنت تتوقع المرحلة الثانية والثالثة ستقود استخدام الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى وزيادة الفعاليات باستهدافات أيضا وضرب الأرتال الدبلوماسية إلى آخر وهذا كما ذكرنا زاد من الشدة يعني يعتمد على الحوار السياسي ما بين أمريكا وإيران الآن المفروض هم يصعدون من هذه العمليات كمنطق وليس تشجيع خصوصا نحن ندرك أن ترامب دائما يهدد الإيرانيين لكنه بحوار الإذاعي الأخير تلفظ بكلمات للمفروض تكون ضمن السياق السياسي وكانت كلمات قاسية وبإنفعال شديد نستحي حتى نحن ذكرها بالإعلام هذا التصعيد وأيضا قابله كلام روحاني وضريف عندما قالوا أن هذه العقوبات الأخيرة التي شملت 18 بنك ومصرف ستخنق الاقتصاد الإيراني وتعرضه إلى الخطر خصوصا إذا علمنا أن رصيده من الأموال لا يتجاوز 67 مليار دولار أنا أول الناس الذي قلت أن زيارة بلاس كارت هي زيارة ذكية لأنها ذهبت إلى أصحاب القرار وأصحاب الشأن الذين هم ممكن أن يعدون طريق السلام وهذه الهيئة التنسيقية التي أعلنت للمقاومة العراقية هي من أين ومن هذه الفصائل إذن كيف تجعلها الدولة تشكل من ناحية كيف ستتعامل برأيك حكومة السيد مصطفى الكاظمي مع هذه الهدنة المشروطة والتي تسألت في البداية هدنة مشروطة مع من أي هدنة مع من زيان الحكومة هي الشكل لجنة حتى تعرف من الذي يقاتل ومن هذه الفصائل وحتى تقدمها للمحاكمة وشجاعة بعد سنة ونص سمتهم عصابات إرهابية كانوا يسمونهم العصابات الإجرامية والجنات إذن إذا تعرفهم وتريد سويهم فتنة العفوهتنة إذن لماذا هذه اللجنة وإذا نعرفهم إذن لماذا نتفق معهم إذن نحن أمام عصابات تحاول تدهر العلاقة الدولية ما بين العراق والمحيط عندما سعى العراق بأن يقدم خطوات أو خطوات مضمونة لضمان وإقناع الدول أمريكا ومن يتبعها بعدم غلق السفارات وما يتبعها من عقوبات ممكن أن تؤثر على العراق توضحت الصورة إذن الخبير الأمني عياد الطفان شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا